مدخل في أي تفاصيل لا علاقة بالساحة الرياضية وأخبار النادي الأهلي عايزين في البداية وفي بداية حلقة النهاردة نتوجه بكل الأمنيات والدعوات لله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الفنان الأهلاوي الجميل نبيل الحلفاوي اللي بيمر بأزمة صحية صعبة شوية نتمنى يا رب بإذن الله يمر منها بسلام ويقوم كده سالم غانم ونطمئن عليه ونقرأ دايما تويتاته اللي موجود على منصة X ونستمتع دايما بكل أراءه اللي بنشوفها من خلال السوشيال ميديا ومنضم صوتنا لصوت ناجلو الأستاذ وليد الحلفاوي اللي طلب من الجميع الدعاء له الفنان الكبير نبيل الحلفاوي أو كما يطلق عليه القبطان دايما بنستمتع بكل أراءه ودايما لما بيكلم في الكورة بأهلوياته الشييدة وبغيرته على النادي الأهلي بنسمع دايما وبنحب نركز في كل كلمة هو بيقولها وطبعا عارفينه هو واحد من مش من رموز الفن بس تبتتكلم عن واحد من أشد المدافعين عن النادي الأهلي بيعشى الأهلي بجنون بيتعامل مع النادي الأهلي ولأنه هو بيته كل ما يخص النادي الأهلي دايما بيعلق ودايما بيكتب ودايما بيقول أراءه وكلهم نبقى حرسين ندخل دايما على الأكاونت ونشوف النهاردة القبطان الإيه طبعا مفتقدينه بأن أيام النهاردة كان مهم جدا أبدأ بهذه المقدمة ونتمنى يا رب بإذن الله الشفاء العاجل للقبطان والفنان الكبير نبيل الحلفاوي قريب جدا إن شاء الله نطمئن عليه ونقرى تغريداته وتعليقاته وحبه للنادي الأهلي كل دا طبعا بخلاف النوة يعني أحد رموز الفن المصري اللي دايما بنحب نتفرج على أعماله السينمائية أو حتى مسلسلاته دلوقتي أو حتى من زمان إن شاء الله بإذن الله قريب جدا نطمئن عليه وقريب جدا كمان نزوره في المستشفى إن شاء الله ونطمن حضراتكم على الفنان الكبير نبيل الحلفاوي دي كانت بداية مهمة جدا وواجب مننا تجاه شخص يعني مقرس وقته وحياته من أجل الأهلي وجمهور النادي الأهلي